بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدين الكرام أيها الطلبة العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامجكم التعليمي درس على الهواء الذي يأتيكم عبر قناتي عمان مباشر وعمان الثقافية نتابع معكم سلسلة دروس الرياضيات للصف العاشر للفصل الدراسي الأول ونأمل منكم طلابنا الأعزاء التفاعل معنا من خلف الشاشات توقفنا في الحصة الماضية عند درس البرمجة الخطية وكما تعلمون بأن البرمجة الخطية تعتبر تطبيق رياضيات أو مادة الرياضيات في الواقع تطبيق رياضي في الواقع وهي تعتمد في الإدارة على اتخاذ أفضل القرارات الإدارية ويستخدموها الشركات والمصانع لماذا؟ لزيادة أو لإعداد أكبر ربح ممكن وتلافي أقل خسائر وهذه البرمجة يعبر عنها بخلال محددات الرياضية وهذه المحددات الرياضية هي عبارة عن متباينات والمتباينات وتمثيلها في المناطق أو المستوى البياني أخذناها في الحصة الماضية والذي سيضاف على هذا الدرس وهو كيفية إيجاد أعلى قيمة أو أكبر قيمة وأصغر قيمة لدالة الهدف هذا الإضافة على درس تمثيل المتباينات في المستوى الإحداثي البياني نبدأ مع بعض بالمثال التالي يقول المثال يحقق العددان سين وصاد جميع المتباينات التالية المتباينات كما واضحة عندك في الصبورة سين زائد صاد أقل من أو يساوي أربعة وصاد أقل من أو يساوي أثنين سين ناقص أثنين وصاد أكبر من أو يساوي سين ناقص أثنين في البداية عشان تحل هذا التمرين لابد أنك تمثل كل متباينة في المستوى الإحداثي البياني كما تعلمنا في الحصة الماضية وهي بتمثيلها بخط مستقيم في المستوى الإحداثي البياني تمثل كل متباينة بخط مستقيم في المستوى الإحداثي البياني مع مراعاة الخط المرسوم سواء خط متصل أو متقطع حسب إشارة التباين مثل ما عرفنا بأن إذا كانت إشارة التباين أكبر من أو يساوي أو أصغر من أو يساوي فالخط المرسوم أو الخط المستقيم سيكون متصلا عما العكس إذا كانت إشارة التباين أقل من أو أصغر من فالإشارة أو الخط المرسوم سيكون منقطة أو متقطع فإذن الخطوة الأولى للشرح هو أنك تكتب كل متباينة هذه المتباينة الأولى ونمثلها بخط مستقيم في ماذا في المستوى الإحداثي البياني أشيل التباين وخلي بدالها مساواة وأرسم قدول هذا القدول فيه ثلاث خانات الخانة الأولى فيها سين وصاد المتغيرات اللي في المتباينة وأضع في الخانتين الثانية مرة سين بصفر ومرة صاد بصفر لما السين تأخذ بصفر تعوض في المتباينة السين بصفر بقى عندك صاد كم تساوي أحسنتم يساوي أربعة ولما العكس الصاد يساوي صفر السين تساوي ماذا؟ السين تساوي أربعة إذن هذه المتباينة الأولى هذه المتباينة الأولى مثلناها بخط مستقيم في التمثيل البياني سنمثل كل المتباينات ونرسمها مرة واحد في مستوى الإحداث البياني المتباينة الثانية صاد أقل من أو يساوي 2 سين ناقص 2 هذه المتباينة الثانية سأرسمها في مستوى الإحداث البياني الصاد يساوي 2 سين ناقص 2 أرسم الجدول اللي تعوت عليه فيه سين وصاد أعطي مرة سين بصفر وأعطي مرة صاد بالصفر لما السين بصفر أعوذ في المتباينة 2 في صفر صفر بقى عندك سالب 2 فإذا الصاد تساوي سالب 2 ولما الصاد بصفر بقى عندك معادلة صفر يساوي 2 سين ناقص 2 أحول السالب 2 معادلة السالب 2 في الطرف الثاني فتصبح عندي 2 سين يساوي 2 أقسم على الاثنين فتصبح عندي السين تساوي كم واحد هذا تعلمناه في الحصص الماضية ولكن نرجع ونستذكر مع بعض عندك المتباينة الثالثة بقى الصاد أكبر منه يساوي الصاد أكبر منه يساوي سين ناقص 2 هذه المتباينة الثالثة وهذه المتباينات كلها راح أرسمها في المستوى الإحداثي البيان مثل ما تعودنا بالرسم بالجدول اللي تعلمنا عليه أكون جدول فيه المتغيرات سين أغير اللون شوي سين وصاد مرة أعطي السين بصفر ومرة أعطي الساد ويش صفر وأعوض لما السين بصفر عندك المعادلة الساد يساوي سين ناقص 2 لما السين بصفر أعوض عن السين بصفر الساد يعطيك كم؟ سالب 2 أحسنتم ولما الساد بصفر السين يعطيك ماذا؟ معادلة تساوي سين ناقص 2 أنقل السالب 2 في الطرف الثاني فتصبح السين تساوي 2 فإذا أنا عندي ثلاث متباينات عندي ثلاث متباينات المتباينة الأولى مثل مواثع عندك في الشاشة السين زايد صاد أقل من أو يساوي 4 والمتباينة الثانية صاد أقل من أو يساوي 2 سين ناقص 2 والمتباينة الثالثة صاد أكبر من سين ناقص 2 وكلهم رسمتهم في المستوى الإحداث البياني الآن راح أروح وأرسم هذه المتباينات في المستوى الإحداث البياني بحيث بحيث إني أرسم الخطوط حسب شارة التباينة إذا كان مساواة ففيهم خط متصل وإذا كان بدون مساواة الخط مقتقطع أو منقض الشيء المختلف راح أسوي راح أضلل المناطق الغير ممثلة للحل مثل ما سوينا في الحصة الماضية أضلل المتباينات أو في المناطق الغير ممثلة للحل على أساس أنه في النهاية منطقة الحل تكون واضحة عندي باللون الأبيض نروح على الرسم وراح أرسم أرسم المتباينات الأولى سين زائد صاد أكبر منه يساوي هي هناك أصغر فيلم السؤال فراح أضلل الجهة المقابلة فسوي أكبر سوي أربعة هذه المتباينة الأولى ضللت المتباينة في الجهة الغير ممثلة للحل مثل ما واضح عندك في الشاشة الجهة الغير ممثلة للحل هذه المتباينة الأولى التي هي سين زائد صاد أقل من أو يساوي أربعة حيث منطقة صفر صفر أو نقطة الأصل من ضمن منطقة الحل فأنا ضللت الجهة الثانية التي هي أعلى الخط التي غير ممثلة للحل أو المتباينة نشوف المتباينة الثانية التي هي صاد أقل من أو يساوي اثنين سين ناقص اثنين لاحظ معي نقطة الأصل من ضمن ماذا مجموعة الحل فأنا سأسوي صاد يساوي اثنين سين أكبر من اثنين سين ناقص اثنين هذه منطقة الحل اللي هي اللي هو ضللت الجهة المقابلة أو المتباينة الثانية صاد ما لها أقل من أو يساوي سالب اثنين لاحظ معي هنا جهة ماذا النقطة صفر وصفر من ضمن الحل فراح أعكس التضليل راح أعكس التضليل واضح هل الصفر نقطة الأصل عوض في المتباينة صفر مكان الصاد والسين مكان بالشيل السين وخليه صفر فتصبح عندي الصفر أقل من سالب اثنين هل الصفر أقل من سالب اثنين لا صفر أكبر فإذن منطقة صفر وصفر ليست من مجموعة الحل أشوف المتباينة الثالثة أغير اللون مالها ليكون أفضل نشوف المتباينة الأخرى التي هي آخر متباينة الصاد أقل من أو أكبر من سين ناقص اثنين فراح أسوي الصاد من سين ناقص اثنين وغير لونها عشان تكون واضح عندك في الحل أغير الألوان عشان تكون المنطقة واضحة عندك كذا كما واضح عندك في الشاشة ضللت ماذا ضللت المناطق أو أشي هذا النقطة ضللت المناطق الغير ممثلة للحل وظهر عندي ماذا ظهر عندي منطقة الممثلة للحل المنطقة الممثلة للحل لاحظ المنطقة الممثلة للحل هذه هي منطقة الحل اللي هي واضحة عندك باللون الأبيض هي منطقة الحل راح أجد من خلال هذه المنطقة أكبر قيمة وأصغر قيمة راح نكتب أو أخلي أسمي النقاط ألف با جيم الألف مثلا عنده صفر وسالب اثنين الألف عنده صفر وسالب اثنين والبا عنده النقطة ثلاثة واحد والجيم اللي هي عنده ماذا عنده النقطة اثنين واثنين ليش لأني راح أوجد أكبر قيمة وأصغر قيمة عنده نقاط تقاطع ماذا نقاط تقاطع المستقيمات هذه النقاط الثلاثة اللي واضحة عندك اللي هي حدود المنطقة البيضاء اللي باللون الأبيض نروح ونوجد الآن إذن لقات أكبر قيمة وأصغر قيمة أسوي كالآتي أعمل ويش قدول عشان أوجد أكبر قيمة وأصغر قيمة القدول كالآتي فيه النقطة الأحداث السيني الأحداث الصادي ودلة الهدف اللي المطلوب يجاد عندها أكبر قيمة وأصغر قيمة وأكتب الثلاثة النقاط النقطة ألف والنقطة باء والنقطة قيم اللي وقتها في المنطقة في الرسم اللي عندك فألف أحداث السيني مالها صفر وسالب 2 أعوض أعوض وين؟ في دلة الهدف 2 ضرب صفر زائد سالب 2 2 ضرب صفر صفر زائد سالب 2 يعطيك النادج كم سالب 2 النقطة باء ثلاثة واحد الأحداث السيني ثلاثة واحد الأحداث الصادي ف2 ضرب ثلاثة زائد كم زائد واحد لأن شليت الصاد وخليت بدالها واحد وشليت السين وخليت بدالها ثلاثة 2 في ثلاثة 6 زائد واحد سبعة وكذلك النقطة قيم الأحداث السيني عندها كم 2 والأحداث الصادي 2 أعود في دلة الهدف فيعطيني 2 ضرب 2 زائد واحد أو زائد 2 لأن السين هنا الصاد كم أحداثها 2 ف2 ضرب 2 4 زائد 2 6 من خلال الجدول راح أنت تختار تشوف وين أكبر قيمة أكبر قيمة هي 7 عند النقطة ب وأصغر قيمة هي سالب 2 عند النقطة ألف فتكتب هذه الملاحظة أن أعلى قيمة المطلوب السؤال أعلى قيمة أعلى قيمة هي 7 عند النقطة ألف ألف اللي إحداثيها عند النقطة ب عند النقطة ب اللي إحداثيها ماذا 3 1 واضح وأصغر قيمة هي سالب 2 عند النقطة جيم اللي هي صفر وسالب 2 التسميات قد تختلف من زميل إلى آخر لأن حسب التسمية اللي عندك المهم على قيمة وأصغر قيمة ما فيها خلاف الكل يكون متفق معها واضح طلاب العاشر هذا هو درس البرمجة الخطية درس البرمجة الخطية فإذا عندك كما واضح عندك في الرسم ثلاث متباينات تمثلها كل متباينة بخط مستقيم في المستوى الإحداثي البياني وعرفنا كيف تمثل في الدرس الماضي بأن تكتب كل متباينة على خط مستقيم ودائما نظلل المنطقة التي لا تمثل للحل وهذا عرفنا باختبارك بنقطة 0 في المتباينة كل متباينة ترسمها على حدة ثم تمثلها في المستوى الإحداثي البياني ولابد أن تكون الرسم في ورقة رسم بياني حتى تحصل على قيمة دقيقة واضح أحسنتم نشوف السؤال الثاني السؤال الثاني عطاك المتباينات للبرمجة الخطية جاهزة بس قال أوجد إذا كانت المنطقة الغير المظللة في الشكل المجاور تمثل المتباينات سين أقل من أو يساوي ستة وصاد أكبر من أو يساوي أكبر من الصفر أكبر من أو يساوي صفر وأقال من أو يساوي 6 المتباينة الثالثة سين زايد صاد أكبر من أو يساوي أربعة أوجد أكبر قيمة ممكنة وأصغر قيمة ممكنة للعبارة الجبرية التي هي دالة الهدف هذه 30 زايد 2 صاد فإذن عندك ثلاث متباينات المتباينة الأولى صاد أقل من أو يساوي 6 والمتباينة الثانية صاد أكبر من أو يساوي 0 وقل من أو يساوي 6 والمتباينة الثالثة صاد أكبر من أو يساوي 4 إذن الرسمة جاهزة عندك في السؤال الفقط توجد أكبر قيمة وصغر قيمة أول حاجة مثل ما عرفنا في الدرس أنك راح تجيب نقاط تقاطع المستقيمات في الرسم إحداثياتهم تحددهم وهي حدود المنطقة اللي باللون الأبيض وتسميهم هذه ألف، هذه باء، هذه قيم، هذه داد اختلاف التسميات ما عندك أي مشكلة، المهم تحل عندك عشان أوجد أعلى قيمة وأصغر قيمة راح ترسم جدول مثل ما رسمنا في المثال الماضي تكتب فيها النقطة والإحداث السيني والإحداث الصادي وفي الأخير دالت الهدف ثلاثة سين زائد اثنين صاد النقطة الأولى ألف كم تساوي؟ ألف هي عند الرقم ستة سين وصاد صفر تتعوض عن الإحداث السيني بستة والإحداث الصادي بماذا؟ بصفر ثلاثة ضرب ستة زائد اثنين ضرب صفر يعطيك الناتج كم؟ ثلاثة ضرب ستة ثمانطعش زائد اثنين في صفر صفر الناتج النهاي ثمانطعش النقطة الثانية يا با الإحداث السيني ما لها كم؟ أربعة والإحداث الصادي صفر أعوض في دالة الهدف أظل للك إياها أنا أعوض هنا أعوض فيها السين بأربعة والصاد بصفر ثلاثة ضرب أربعة زائد اثنين ضرب صفر يساوي ثلاثة في أربعة اثناش زائد صفر يعطيك الاثناش القيم النقطة الثالثة إحداثيها السيني ستة والإحداث الصادي ستة يعني النقطة الصفر ستة وستة أعوض السين بدل بدلها ستة زائد اثنين ضرب ستة ثلاثة ضرب ستة ثمنطعش زائد اثنين في ستة اثناش يعطيك الناتج النهاي كم؟ ثلاثة النقطة الأخيرة اللي هي دال النقطة إحداثيها كم يعطيني؟ من يعطيني إحداثي النقطة دال كاني أسمع ستة وسالب اثنين هل صحيح؟ غلط دائما تقرأ النقاط من الإحداث السيني لإحداث الصادي تبدأ بالإحداث السيني سالب اثنين والإحداث الصادي ستة فنعوض في دالة الهدف اللي هي ثلاثة ضرب سالب اثنين زائد ماذا؟ اثنين ضرب ستة يساوي سالب ستة زائد اثناش يعطيك ماذا؟ موجب ستة الآن بالمقارنة وبالنظر بالنواتي اللي حصلت عليها نشوف ثمنتعش اثناش ثلاثين وستة ما هي أعلى قيمة حصلت عليها؟ أعلى قيمة إذن أعلى قيمة أي طلاب العاشر أعلى قيمة كم؟ ممتازين أعلى قيمة بالنظر في العداد يساوي ثلاثين عند النقطة ماذا؟ عند النقطة اللي سميناها جيم اللي تساوي إحداث سيني ستة والإحداث الصادي ستة وكذلك قالك أصغر قيمة وأصغر قيمة تساوي كم؟ عندك أربعة تعداد ثمنتعش اثناش ثلاثين ستة أصغر قيمة واضحة تساوي ستة عند النقطة ماذا؟ عند النقطة اللي هي دال إحداثيها سالب اثنين وستة كذا أنت أوقت أكبر قيمة للمتباينات أو مجموعة المتباينات وأصغر قيمة في هذا الرسم عطاك أو في هذا السؤال عطاك الرسم جاهزة ولكن ولو ما عطاك راح تحلها بنفس مثال واحد تمثل كل المتباينات على حده كل المتباينات السؤال على الرسم البياني أيضا في هذا المثال أيضا عطاك الرسم جاهزة مثل ما واضح يظهر التمثيل البياني المجاور منطقة مظللة تمثل مجموعة المتباينات عندك مجموعة المتباينات صاد أقل من أو يساوي 2 وسين أكبر من أو يساوي سالب ثلاثة وصاد أكبر من أو يساوي سين وسين زايد 2 صاد أقل من أو يساوي ثلاثة عشان توجد أكبر قيمة لماذا للعبارة تعوض تعويض مباشر عند النقاط عند الرؤوس عند الرؤوس واضح فهذا كتمرين حالك تحله واضح عندك في 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 هذه المتباينة هذا كتمرين حالك تحله وحدك فيما ضمن المسائل البرمجة الخطية أيضا يعطيك مسألة لفظية يقول لك لدى سعاد مكونات لتحضير 30 علبة من حلوة بالشوكولاتة و20 علبة من ماذا بالفراولة إذن عندك 30 علبة من حلوة بالشوكولاتة و20 علبة من حلوة بالفراولة كحد أقصى هي تسوي 30 علبة بس 30 علبة حلوة بالشوكولاتة و20 علبة حلوة بالفراولة وقتها يسمح بالتحضير ماذا 40 علبة على الأكثر ما معنى على الأكثر كلمة على الأكثر وقتها يسمح بتحضير 40 علبة حلاوة على الأكثر ما معنى على الأكثر يعني يمكن تسوي 41 هل يمكن تسوي 42 أحسنتم كحد أقصى تسوي 40 يعني المتباين هنا أصغر من أو يساوي وأرادت أن تربح في كل حلوة أو علبة حلوة بالشوكولاتة 3 ريال وكل من حلوة الفراولة بريالين فكم علبة من كل نوع يمكن لسعادة أن تحضر ثم أكبر ثم لتحصل على أكبر ربح ممكن وقل قيمة وكم أقل قيمة راح نكتب المتباينات إذن نفرض أن علبة حلوة بالشوكولاتة يساويسين ونفرض أن علبة الحلوة بالفراولة يساويسات كم علبة بالشوكولاتة لتحضير 30 علبة بالشوكولاتة هل يمكن أن تحضر 31 أو 32 فإذا السين أقل منه ويساوي 30 هذه المتباينات الأولى وتحضر رقم 2 ووقتها يسمح بالتحضير 40 حلوة على الأكثر يعني سين التي هي عدد علبة الحلوة بالشوكولاتة زايد صاد عدد علبة بالفراولة أقل من أو يساوي 40 هذه المتباينات الثالثة ونلاحظ أيضا أن السين أكبر من أساوي صفر لأنه لا يمكن أن تحضر علبة الحلوة بالشوكولاتة بالسالب وكذلك النصات أكبر من أساوي صفر بمعنى أنها لا يمكن تحضر لا يمكن أو لا يوجد عدد تحضير حلوة بالفراولة بالسالب سالب 5 سالب 7 فهذا المحددات أو المتباينات تحدد كل متباينة بالرسم تحدد كل متباينة بالرسم وترسم وتأخذ منطقة الحل ويعطيك ماذا يعطيك منطقة الحل وتعوض بدلة الهدف اللي هي دلة الهدف كم تساوي اللي راح تعوض فيها الربح قال لك تساوي ثلاث ريالات تبغى تربح هي ثلاث ريالات في علم الشوكولاتة ثلاث سين زائد ماذا اثنين ريال في علم الحلاوة بالفرولة فهذه دلة الهدف تسمى اللي راح تعوض فيها نقاط تقاطع ماذا نقاط تقاطع المستقيمات في المستوى الاحداث البياني هذا كتمرين حالك الاشكالية في كيفية كتابة المتباينات كيفية كتابة المتباينات وتبقى مسألة نفس المسائل اللي اخذناها في ماذا تمثيل المناطق في المتباينات راح ناخذ القزية اللي بعدها اللي هي الدرس الميل مثل ما واضع عندكم الميل ككلمة ميل اخذتوها في الصف التاسع وكان الميل اللي اخذتوه في الصف التاسع ميل المستقيمات ميل المستقيمات اما في درسنا هذا راح يكون الميل لمنحنيات مثل مواضع عندك التمثيل البياني ادناه عبارة عن الارتفاع مقابل المسافة التي يقطعها احد العدائيين على مسار قبلي لاحظ معي مرة المسار يطلع ومرة مستوي مرة ينخفض وينحدر مرة ينحدر او يرتفع مرة ينحدر انحدار شديد الى ان يصل ماذا الى الصفر او الى ان يتوقف عن الركض فهذه نوع من المستويات لا نستطيع او هذا النوع من المستويات لا نستطيع ايجاد الميل عندها كليا ولكن راح نحدد نقاط على المنحنى لإيجاد ماذا الميل عند هذه النقاط لاننا هذا الميل او حساب الميل للمنحنيات يختلف تماما عن حساب الميل اللي اخذته في الصفر التاسع وهو حساب الميل للمستقيمات حساب الميل للمستقيمات عندك نقاط وتعوذ في القانون اللي هو التغير الصادي او فرق الصادات على فرق السنات هنا راح نحدد نقاط اللي راح نحسب عندها الميل ونرسم مماس عند هذه النقطة نرسم مماس عند هذه النقطة ونحسب بعد ذلك او نختار نقطتين على المماس يرجع درسنا الى الدرس اللي اخذناه في الصف التاسع كقانون ميل المماس او ميل المنحنة او ميل المماس للمنحنة عند نقطة ما يساوي التغير في الاحداث الصادي على التغير في الاحداث السيني كيف نوجد المماس خطوات يقاد المماس كالآتي اول خطوة اول خطوة لإيقاد المماس تحدد النقطة تحدد النقطة المراد حساب عندها الميل على المنحنة مثل مواضح في الرسم عندك حدد النقطة لإيقاد الميل عندها ونرسم بعد ذلك بالمسطرة ما ترسم بيدك ترسم بالمسطرة ماذا الميل أو ترسم المماس المماس ما معنى مماس يعني يمس المنحنة عند هذه النقطة يمس المنحنة عند هذه النقطة المرسومة ثم تثبت المسطرة وترسم ماذا زاوية بحيث تكون الزاوية اللي في اعلى النقطة ما من نقطة واسفلها تقريبا متساوية وما دام عندك الآن مستقيم راح يرجع عندنا درس الصف التاسع تختار أي نقطتين على المستقيم وتحسب منها الميل أو تقيب على طول بالحساب التغير في الإحداث الصادي كم عدد المربعات في الرسم البياني على التغير في الإحداث السيني واضح يا طلاب العاشر نطبق على ذلك أمثلة إذن حساب المماس حساب ميل المماس للمنحنة مثل ما واضح عندنا أي منحنة ما راح نحسب ميله أو لا نستطيع حساب ميل المنحنة ولكن راح نحسب ماذا ميل النقطة أو ميل المماس عند النقطة على المنحنة نبدأ بالمثال فالميل مثل ما واضح عندك الدرس يساوي ميل المماس ميل المنحنة عند النقطة ألف هذه يساوي ماذا ميل المماس المرسوم اللي هو عين كاف التغير في الصادي عين نون على التغير في السيني اللي هو ماذا نون كاف التغير الصادي عين نون والتغير السيني ماذا عين أو نون كاف مثال واحد عندك المثال يبين الشكل المجاور التمثيل البياني للدالة عندك تمثيل بياني للدالة صادي يساوي خمسة سين ناقص سين تربيع أو قدم ميل المماس عند النقطة واحد واربعة وكذلك عند النقطة ثلاث وستة هون النقطة واحد واربعة هذه النقطة واحد واربعة واضحتكم في الشاشة الآن رسمنا مستقيم عين كاف رسمنا مستقيم عين كاف مدام رسمنا هذا المستقيم يسمى مماس لأنه يمس المنحنى عند هذه النقطة اختار نقطتين على المماس واحداثيات هذه نقطة سين اثنين وسبعة وهذه صفر واحد عندك نقطتين يرجع درسنا للصف التاسع اللي اخذنا درس الميل فرق الصادات على فرق السينات او تحسب عدد المربعات التغير الصادي على التغير السيني نشوف مع بعض اذا اذا ميل المماس عند النقطة واحد اربعة يساوي صاد اثنين ناقص صاد واحد على سين اثنين ناقص سين واحد اختار النقاط اللي اخترتها اختار اي نقطة يمر منها المماس النقطة الاولى اثنين سبعة والنقطة الثانية صفر واحد يساوي تعوض سمي هذه سين واحد صاد واحد سين اثنين صاد اثنين او العكس لك الخيار في التسمية يساوي صاد اثنين اللي هي واحد ناقص سبعة على سين اثنين اللي هي صفر ناقص اثنين يساوي واحد ناقص سبعة يساوي ستة صفر ناقص سبعة سالب ستة لا تنشل اشارة وصفر ناقص اثنين سالب اثنين يعطيك الناتج كم النهائي ثلاثة فاذا ميل المماس عند النقطة واحد اربعة يساوي ثلاثة. ليش شرطه موجب؟ لأن المماس مرسوم بجهة اليمين المماس مرسوم بجهة اليمين راح نشوف المماس الثاني اللي هو عين سين أو عين را راح نشوف كم راح يساوي سالب لأنه ويش بالمرسوم للجهة اليسرى. تختار نقطتين عند النقطة ثلاثة وستة. رسمنا مماس عند النقطة ثلاثة وستة وهذا المماس وصلنا واخترنا نقطتين على المماس. النقطة الأولى اثنين وسبعة. والنقطة الثانية خمسة وأربعة. فإذن هذا اليابة ألف. جاببا ميل المماس ميل المماس عند النقطة ميل المماس عند النقطة ثلاثة وستة يساوي. مثل نفس القانون اللي هو منذكرنا أحسنته. صاد اثنين ناقص صاد واحد على سين اثنين ناقص سين واحد. التسميات ما عندك أي إشكالية فيها. تسمي أي نقطة تسمي هذا سين واحد أو صاد سين اثنين صاد اثنين سين واحد صاد واحد. بس اللي تبدأ منها سين اثنين لازم تبدأ منها صاد اثنين. ما تختار صاد اثنين وتختار في السين اثنين واحد. لا. لا تتلخضها. فصاد اثنين اللي هي سبعة ناقص صاد واحد أربعة على سين اثنين اثنين ناقص خمسة يساوي سبعة ناقص أربعة كم؟ أحسنتم ثلاثة على اثنين ناقص خمسة يعطيك الناتج كم؟ سالب ثلاثة سالب ثلاثة إذن الناتج كم يكون ثلاثة على سالب ثلاثة فيه سالب واحد لاحظ الميل في الثاني بالسالب لأن الخط مرسوم ماذا إلى جهة اليسار من جهة اليسار إلى اليمين أما لما يكون الخط من يمين منطلق فيكون ماذا الميل يساوي موجة واضح طلاب العاشر هذا فيما يخص الميل فإذا درس الميل للمنحنة تختار نقطة عند حساب ماذا الميل عند المنحنة بعد ما تختار النقطة ترسم المماس ومن المماس ترسم المستقيم والمستقيم تختار عليه نقطتين ماذا تحسب منه الميل عندك الدرس هذا السؤال الثاني يبين الشكل المجاور التمثيل البياني للدالة صاد يساوي سين تربية أو قد ميل المماس عند النقطة ماذا اثنين واربعة وين النقطة اثنين واربعة هذه اثنين واربعة وأرسم مثل ما قلت اخترت النقطة التي راح أحسب عندها الميل أو قد ميل المماس للمنحنة عند النقاط اثنين واربعة والنقاط سالب واحد واحد اخترت النقطة اللي راح أحسب عندها الميل بعد ذلك أرسم ممعس يمشس النقطة أرسم بلون آخر فليكن هذا اللون بلون أسود أختار نقطتين على المستقيم هل تكون هذه النقطة مثلا اللي هي ماذا سيكون رسمك دقيق هذا هو المماس النقطة الأولى النقطة الأولى اللي على المماس هي كم ثلاثة سيني وثمانية صاد النقطة الثانية عند الواحد بالضبط هنا واختاب دائما أرقام صحيحة قدر الإمكان عندك هنا واحد وصفر فإذا ميل ميل المماس عند النقطة اثنين أربعة رح أرسم أو أوجد ميل المماس عند النقطة رسمت خط مستقيم اللي هو مماس يمس الميل أو يمس المنحنة عند هذه النقطة اخترت نقطتين على المماس أوجد وثم أوجد الميل اللي هو صاد اثنين ناقص صاد واحد على سين اثنين ناقص سين واحد يساوي النقاط واضحة على الرسمة ثلاثة وثمانية واحد وصفر تختار أي منهم سينات هذا سين اثنين نقول وهذا صاد اثنين هذا سين واحد صاد واحد ثمانية ناقص صفر على ثلاثة ناقص واحد يساوي كم ثمانية على اثنين اللي هي يساوي كم أربعة فميل المماس عند النقطة ماذا اثنين وأربعة هي يساوي ماذا يساوي أربعة رسمت المماس رسمت النقطة المراد حساب عندها الميل ورسمت المماس واخترت نقطتين على المماس التمرين الثاني أو رقم اثنين تحل لك كتمرين حالك وانت قالس الآن ميل المماس ننتقل على با ميل المماس للمنحنة عند النقطة واحد وصفر شوف واحد وصفر واحد ونص واحد ونص واثنين وخمسة وعشرين بالمية تقريبا هنا تقريبا هذه النقطة واحد ونص واثنين وخمسة وعشرين بالمية اثنين وربع قال لك ميل هذا يساوي كم؟ الميل يساوي ثلاثة اكتب احداثيات النقطة التي يكون عندها الميل يساوي سالب ثلاثة سالب ثلاثة كيف نوقد الميل يساوي سالب ثلاثة؟ عندك هو الميل عند هذه النقطة قال لك ثلاثة اكتب احداثيات النقطة التي يكون عندها الميل يساوي سالب ثلاثة هنا راح يكون كأني راح وقد صورتها في الاتقاه الثاني كأني غيرت ماذا؟ الاحداثي ويش الاحداثي السيني ولا الصادي؟ اه الاحداثي الصادي لاحظنا ثابت غيرت فقط اشارة الاحداثي السيني فميل المماس للمنحنة عند النقطة واحد ونص واثنين وربع يساوي ثلاثة فالمطلوب مني ايجاد النقطة التي يكون الميل عندها سالب ثلاثة فنغير بس الاحداثي السيني فتكون النقطة هي نفس النقطة بس نغير اشارة الاحداثي السيني واحد ونص واثنين وربع وهذا احتطلاب العاشر هذه هي إقابة السؤال بقى عندك رقم اثنين في الجزية الف تمرين حالك تحله المثال الثاني قالك ارسم التمثيل البياني للدالة صاد يساوي سين تربيع في الفترة المحددة من سالب اثنين او سين اكبر من او يساوي سالب اثنين واقل من او يساوي اثنين وبعد ذلك رح توجد ميل المماس للمنحنة لان الرسمة رح يعطيك ويش؟ منحنة في الرسمة رح يعطيك ويش؟ منحنة فعشان تحل اول شا ترسم وترسم ويش؟ ترسم الجدول اللي خبرنا عنه في احداثي سيني واحداثي صادي احنا ترسم منحنة على الاقل ترسم خمس قيم قيمتين موجبة وقيمتين سالبة وبينهم الصفر تختار القيم موجبة واحد اثنين اسهل قيم وقيمة السالبة سالب واحد وسالب اثنين وتعوض في الدالة مكان كل سين تخلي بدالها كم الارقام السينية اللي وعطيتك ياها نبدأ بدل الصفر لما تعوض السين بصفر الصاد بكم صفر تربيع صفر زايد واحد واحد لما بالواحد موجبة واحد تربيع واحد زايد واحد اثنين اثنين تعوض مكان السين اثنين تربيع اثنين تربيع اربعة زايد واحد خمسة ليش اخترت استادي الى النقاط من اثنين الى سالب اثنين لان المحددة الفترة على طول عندك هنا في السؤال الفترة اكبر من او يساوي سالب اثنين يعني سالب اثنين عندي في السؤال واقل من او يساوي اثنين عوض سالب واحد تربيع سالب واحد في سالب واحد احسنتم واحد زايد واحد الاخطاء اللي يقع فيه الطالب بعض الاوقات انه يكتب العدد السالب بدون قوس بالآلة الحاسبة ويربع يطيل ناتق سالب فبعضهم أغلب الأخطاء هنا يعوض يقيل ناتق سالب فيعطيك للناتق سالب 1 تربيع 1 زايد 1 2 واضح في بعضهم يكتب سالب 2 1 تربيع زايد 1 يساوي 2 واضح عندك هنا سالب 2 تربيع 4 4 زايد 1 5 تعال الرسم تعوض الرسم في المستوى الإحداث البياني النقطة الأولى 2 عند الرقم 2 هذه 5 عند الرقم سين 1 الصاد بكم؟ 2 سين 1 والصاد 2 وعند الرقم سين بصفر صاد 1 هذه وعند الرقم سالب 1 الصاد كم؟ الصاد 2 هذه سالب 1 صاد 2 وعند الرقم ماذا؟ الرقم سالب 2 الصاد كم؟ 5 سالب 2 الصاد 5 اتوصل هذه النقاط هذا منحنة فراح اتوصل النقاط بيدك بدون رسم بالمصطرة بدون مصطرة واضح عندك من الرسمة توصلهم بالقلم ويطلع عندك رسمة منحنة هذا المطلوب الأول ارسم التمثيل البياني لماذا؟ للدالة المعطة المطلوب با هذا الف با قال لك اوجد ميل المماس للمنحنة عند النقطة واحد واثنين شفت هذه النقطة واحد واثنين هذه النقطة قال لك ارسم المماس او اوجد ميل المماس كيف توجد الميل؟ بالطريقة اللي خبرتك عليه هوش درسناها قبل شوي تجيب المصطرة وترسم المماس يمس المستقيم يمس المنحنة عند النقطة المراد حسابها تختار اي نقطتين على المنحنة تختار اي نقطتين على المنحنة هذه النقطة الاولى وهذه النقطة الثانية مثلا هنا تقريبا وتاخد احداثياتهم احداثياتهم تقريبا هنا كم لحداثيات هذه النقطة صفر وسالب واحد وهذه النقطة كم ثلاثين ونص تقريبا وماذا والستة وتحسب الميل يساوي فرق الصادات صاد 2 ناقص صاد 1 على سين 2 ناقص سين 1 تعوض 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 الصاد 2 كم مثلا سالب واحد يساوي ناقص ستة على صفر ناقص اثنين ونص يساوي يساوي سالب واحد ناقص ستة يعطيك سالب سبعة على صفر ناقص ثنين سالب ثنين ونص السالب مع السالب يعطيك عدد عشري بالتقريب قد يختلف بعض الإجابات مع زملائك بالتقريب بالآن الحاسبة واضح يا شباب إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة